أعلن وزير الأمن الإسرائيلي السابق ورئيس حزب يامنا نفتالي بنت أنه غير متأكد من أنه سيوصي على نتنياهو في الانتخابات القادمة مشيراً لأنه يدرس الترشح في الانتخابات القادمة لرئاسة الوزراء وجهاً لوجه ضد بن يمين ووفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة لو أجريت انتخابات الكنيسة اليوم لكان حزب الليكود الحاكم بزعمة نتنياهو سيحصل على 33 مقعداً يلي حزب يشعتيد بزعمة يائر لبيد ويحصل على 17 مقعداً بينما سيحصل حزب كحول لفان بزعمة وزير الأمن بني جانس على 12 مقعداً